ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ياسف ياسف ترجمة نانسي قنقر موسيقى موسيقى يجب أن أفعل هذا في موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 يعني احنا ما عندنا عداوة مع المختبر بالعكس نحنا أصدقاء المختبر فمدري يعني اللي توصلنا لهذا حين يعني ممكن ممكن في الانفنشن ثالث يردون حق بعض ويتعاونون أكثر وأكثر وصير أشياء مرة خطيرة يب هذا توقعاته لكن كتوقعاتي أنا أنا بقول حين توقعاتي تمام في النهاية أنتوا أبواك متشاركوا في التعليقات إذا جاءت أفراسكم أي فكرة صح موزة توقعاتي الحين بناء على كلامكم الله يعطيكم ألف عافية على المشاركة معاكم أنتم يعني شاركتونا بأراكم وزي كذا والحين راح نتكلم بشكل عام نتفلسف شوية اللي هو ماذا لو بما أننا نحنا مختبر العلوم الجزء الأول نحنا أصدقاء مع الروبوت الروبوت كان يرحب فينا تذكرين أول ما ندخل اللي هو المختبر العلوم الروبوت يرحب فينا يب يرحب فينا ويعلمنا تعليمات يعني نحنا ما بيننا عداوة بينهم تمام الجزء الثاني مين اللي هجم علينا رايزة جامبوتشون رايزة جامبوتشون فجره كل المختبرات يعني حتى من الروبوت يعني تخيلي تخيلي الروبوت هذاك المسكين اللي كان يرحب فينا رغم البلاء اللي جدت قاعد يرقص عادي يلا رقصوا معايا عشان تنفتح الأيتم شو بسري وبعد ما تبمروها بناء على كلامكم وتخمين موزة تخمينكم أنتو الامفنشل أو المختبر العلوم الجزء الثالث راح يكون مثل ما قلتو إلا نحنا نصير المهندسين ونصلح اللي هو موزة غلطة مصلح غلطة اتصلح الغلط أو الضرر اللي صارت يعني يب ويقنا نفعل ويقنا نفعل دا نفعل دا نفعل يعني قلتو فنحنا نكون باشا مهندسين تخيلي بكرهم يعطونا مهناء اننا نصير مهندسين ونصلح لهم هذا الامفنشل والله والله ممكن لش لا يعني تخيلوا من جد مثل ما قالت ان يعني تعطينا حاجة أو شي نسوي حتى نصلح المختبر العلوم والله مجد لو نفذوا هذا الشي بتطلع دايم والله كذا تفكير ما رح يكون ممل بإذن الله بس على تعبنا هذا كله يعطونا مثلا توكنز ألف شي تخيلوا لا هذا يحس انه لا ايتم نادر اوكي ايتم نادر او انه اللي هو الـ XP موزة XP شفتين حالي يمكننا ندخل المابات ونجمع يب يزيد والله شفوا من ناحية زيادة الـ XP بس ممكن يسوونها عشان نحن نتحمس ونلعبها لنفنشن 2 ما كان كثيرين يلعبونها بسبب ايش انهم قللوا الـ XP والله هروني يمقللوها يب هذا كل اللي عندنا في مقطع اليوم اتمنى المقطع عجبكم لا تنسوا لاك والاشتراك ربي سعدكم اشوفكم بإذن الله تعالى مقطع جاي ما السلامة